هل هناك أغراض سياسية ربما تقف وراء منع الجولاني وعدم موافقته على فتح المعابر وإيصال المساعدات من قبل الحكومة إلى الداخل سيد حسن ما رأيك هل هناك أي أيدي تركية ربما وراء تعنت الجولاني وعدم موافقة جبهة تحرير الشام على فتح المعابر في سوريا في الشمال تحية طيب أنا هنا لا أريد أن أتكلم لا عن أيدي تركية ولا أريد أن أتكلم على أي أيدي عالمي أريد أن أتكلم عن سوريا فقط أولا أريد أن أقول أن النظام ليس لدي أي تواصل مع الشعب الموجود في شمال غرب سوريا في مناطق المعارضة لأن جميع الموجودين في تلك المنطقة هم هجروا ونزحوا من جميع مناطق سوريا وليس أصلا ليس هم أهل الأرض الموجودين عليهم من الشام وهم من حمص ودرعة ودير الزور وحلب وهجروا بسبب النظام ونظام لا يوجد أي تواصل معهم بالنسبة لهؤلاء الناس الموجودين لا نريد الحديث سيد حسن لا نريد أن يكون هناك تواصل بين النظام وبين هؤلاء الناس ولكن أريد أن أسألك ماذا عن المنظمات الأممية يا سيد حسن ماذا عن وفد إماراتي قال بأنه يقوم بعمل شبه اتفاق أو يتفاوض مع جبهة تحرير الشام في الداخل لسماح بفتح المعابر ماذا عن تصريح مارتين جريفث اليوم نعم لو كان المجتمع الدولي لو كان يريد إيصال المساعدات إلى المناطق التي أصابها الززاء ولا يوجد فيها منظمة تحرير الشام المصنف مسلح أو إرهابي أو ماذا تريدون لو كان يريد المجتمع الدولي إيصال هذه المساعدات كان أوصلها بعد الطرق هناك عدة طرق فتحتها تركيا مثل ماذا؟ مثل معبر الراعي مع تركيا هذا المعبر فتح عوض عن معبر باب السلام ومعبر باب الهواء من أجل إدخال المساعدات الدولية الولايات المتحدة الأمريكية في فترة محاربة داعش قامت بإيصال مساعدات لمية وعشرة آلاف شخص موجودين بدين الزر عن طريق الإسقاط من الطائرات الجوية تلك المساعدات وصلت لمية وعشر آلاف شخص عن طريق الطائرات عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل هكذا لكن في الزلزال عندما اتفق الكل على أن لا يوصل هذه المساعدات للسوريين في الشمال الغرب سوريا النظام السوري أخذ من 50 دولة أو من 50 جهة أخذ مساعدات دولية وأراد توصيل بعض جزء صغير منها لا يتعدى الواحد من المية إلى مناطق الشمال السوري وهو الآن يبيع تلك المساعدات في الأسواق دمشق وأسواق اللازقية وقد نشرت العديد من الطبيعات التي تنزل أن هناك ميليشيات في اللازقية في جبلة في ترطوس في أدلب في حلب هناك منكوبين في منافذة مختلفة صحيح